ستكون معنا مراسلتنا نجلة السندي التي ستتحدث عن استحداث دائرة السياحة وتحويلها إلى مديرية عامة بتوجيه من رئيس حكومة أقليم كردستان نعم نجلة مساء الخير حدثين عن هذه الخطوة التي ستضاف إلى الإنجازات الكثيرة للكابنة التاسعة لحكومة الأقليم تكثيف جهودها للتحقيق واقع منموذ من التطور السياحي والخدمي في جميع مناطق أقليم كردستان ومنها مدينة زاخو وخصوصا بعد تحويلها إلى إدارة مستقلة حيث أعلنت عن استحداثها دائرة السياحة وتحويلها إلى مديرية العامة للسياحة وذلك بأمر من سيد مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان الذي أكد على بذل جميع إمكاناتهم وطاقاتهم لتحويل القطع السياحي إلى قطع مهم من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية وتنفيذ عدة مشاريع سياحية في مدينة زاخو وللحديث أكثر نظم معي سيد هاشم شيخو مسؤول قسم السياحة في مدينة زاخو ليحدثنا عن تفاصيل أكثر نعم بخصوص قرار سيد رئيس حكومة أقليم كردستان سيد مسرور بارزاني تعرفون صدر القرارة هناك بتحويل مديرية سياحة زاخو إلى مديرية عام لسياحة زاخو تكون إنجاز عظيم لنا ولأهلنا في مدينة زاخو بخصوص هذا لدينا إن شاء الله في البرامج بافتتاح دائرة في قضاء باطوفة ودائرة في ناحية رزقاري وقد قمنا يعني بعدة مشاريع بعضها انتهت منها وبعضها تحت الإنجاز إن شاء الله المنتهية طبعا في إنارة جسر دلال هي طبعا جيدة جدا للإنارة لا أثرها التاريخي وقد تعيننا بعض الرجال بعض الشرطة السياحية للحفاظ على أماكن السياحية في جميع إدارة المستقلة زاخو شكرا جزيلا طبعا تحاول حكومة أقليم كردستان من خلال خطواتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تحويل قطع السياحي قطع مهم من خلال صناعة السياحية وتفعيل دور المستثمرين في إدارة زاخو المستقلة من خلال تنفيذ عدة مشاريع منها إنشاء سدود غاطسة وتوسيع مشروع جسر الدلال الأثري والإنارة المتواجدة في جسر الدلال طبعا حكومة أقليم كردستان تحاول تطوير القطاع السياحي في مدينة الزاخو خصيصا بعد ركودية أكثر من عامين ليس فقط بسبب جائحة كورونا وأنما بسبب العمليات العسكرية التركية المستمرة الذي أدى إلى أغلاق أكثر من 30 منتجعا سياحيا نعم زملائي شكرا جزيلا لك نجلا من زاخو